حقيقة بتكلم عن حاجة إيجابية كمان حصلت الأسبوع اللي فات وهي يعني حفلة مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا احتفالا بالحصول على 27 بطولة في الموسم الماضي في كل الألعاب والحقيقة كانت حفلة مبهرة جدا جدا وكان حضور مميز لرموز النادي الأهلي وكافة اللاعبين بالإضافة طبعا للعديد من الشخصيات العامة والرياضية وكمان الإعلامية كام من أجمل اللفتات أو اللقطات اللي يعني حصلت فيه هذه الاحتفالية الحقيقة يعني حاجة أسعادة الكل بالمناسبة كدمة الكل هنا مقصودش بيها بس جماهير النادي الأهلي لأن الشخص المعني اللي هو عم حارس عامل مهمات الفريق الأول اللي بقاله عشرات السنوات داخل النادي الأهلي يعني الحقيقة حبيب الكل من هو أيقونات كرة القدم المصرية مش بس للنادي الأهلي ده واحد أفنع عمره بالكامل في خدمة النادي الأهلي وبالتالي استمتع طوال عمره بالكامل بمحبة لعيبة النادي الأهلي وجهاز الفني للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل الأزمنة احنا منتكلم عن شخصية أيقونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بمعنى أن في ناس كتير جدا لما بتتاح لها فرصة زيارة النادي الأهلي فرع الجزيرة تحديدا بيكونوا حارسين كل الحارس ده وحد فيهم الكعب في أي وقت فعم حارس دازم يقف معه ويتصور معه ويفتح معه حوار شخصية أيقونية بدون مجاملة وبدون مبالغة ربنا دينه الصحة وطلط العمر هو عم برجب سعداوي طبعا عامل مهمات فريق النشاط الرياضي وطبعا كانت لافتة الحقيقة رائعة كالعادة من القائمين على النادي الأهلي وأثرت في كل الحضور وكل من شاهد فعاليات هذا الاحتفال يعني تحية لكل بني آدم أخلص واشتغل بكل قلبه للكيان العظيم ده يعني عم بحارس طبعا على رأس القائم